اشتركوا في القناة المهدي يعلن دعمه للحكومة الانتقالية ويحذر من ثورة مضادة انطلاق برنامج تدريب قيادات مجتمعية لتعزيز التعايش الديني في المجتمع اهلا بكم مشاهدين الى تفاصيل جولتنا في سودان هذا المساء قال الرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان بلاده على بعد اسابيع من تسوية مع ضحايا العمليات الارهابية المدمرة كول وسفارات الامريكية في كينيا وتنزانيا لافتا الى انه اجرى نقاشات مستفيدة مع المسؤولين الامريكيين بشأن الخروج من قائمة الارهاب والتعاون في مكافحته واكد رئيس الوزراء وفقا لصحيفة والجورنال ستريت تحملهم مسؤولية معالجة هذه المطالبات والتوصل الى اتفاق بشأنها ولفتت الصحيفة الى ان حمدوك يملك تصورا لقيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية مكافحة الارهاب في السودان تماشيا مع الدعم الذي تقدمه في منطقة الساحل بافريقيا قال رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدين الحكومة الانتقالية تواجه اربع تحديات تتمثل في السلام الاقتصاد ومعاش الناس والعلاقات الخارجية وحذر المهدي لدى مخاطبته بالجزيرة ابا مساء امس النفرة الاستثنائية للحزب بحضور قيادات الحزب وحشود كبيرة لجماهير الانصار وحزب الامة من ثورة مضادة وقال ان لم تهتم الحكومة بمعاش الناس ستحدث هذه الثورة ونشد الاشقاء العرب لاتفاق مشترك للوقوف مع السودان ودعمه دون استقطاب او مصلحة وحث المهدي على الاستثمار بالسودان والاستفادة من الموارد والامكانات وقال رئيس حزب الامة القومي ان المجتمع الدولي مدعون لعقد مؤتمر في ابريل في العام عشرين والفين لتطوير موقفهم من مجرد صداقة لدعم تنموي ودعم للسلام في السودان نفذ مجلس الكنائس السوداني بالتعاون مع مجلس التعايش الديني برنامج تدريب القيادات المجتمعية لتعزيز معاني التعايش والاخاء والمحبة بين ابناء الوطن كافة وقال الامين العام لمجلس التعايش الديني فاروق البشرة انما يجمع السودانيين من مختلف المعتقدات الدينية اكثر مما يفرقهم مشيرا للوعي الكبير الذي يتمتع به السودانيون دون غيره من الامم مؤكدا ان لا وجود لتفرقة في سودان تقوم على التمييز العقدي او خلافه نحن الآن في نهاية في خواتيم المنشطة الخامس من مرنامج متصل ان شاء الله بدأ في بداية العام وحينته بعد ثاني سنتين خاص بالتماسك الاتماعي ومشغالين في شغل مؤسسة جدا من خلال تغوية الشباب تغوية المرأة بالذات وتغوية المؤسسات المنشطة الضابي يقوم بهم مجلس تعيش الدين السوداني ومجلس الكنائس السوداني متزاة للترابط يقود الى تغوية النسيج الاتماعي والتماسك الاتماعي ومن جانبه جدد الامين العام لمجلس الكنائس السوداني ويليام دينج جدد حرصهم على تقديم انموذج سوداني يحتذا به في التعايش والتسامح الديني من خلال الحفاظ على الحقوق والواجبات واحترام المعتقدات السماوية باعتبارها تنطلق من مشكات واحدة احنا عايزين نعمل الانجاجمنت في منطقة زي منطقة بتاع جنوب كردفان عشان برضو نقدر يعني نبلور موضوبة التماسك الاتماعي وتقوي التماسك الاتماعي لان احنا اساسا متماسكين لكن تقوي هذا من التماسك الاتماعي بحيث ان ندخل فيه مقاومات جديدة وطرق جديدة عشان ما يقدر يعيشوا يعني متماسكين مسلمين كانوا او مسيحيين لان احنا في مقام الاول السودانية هو الاهم مهاجة من كوننا عرب افارقة مسلمين مسيحيين لكن سوداني اهم مهاجة بدأت بالدامر اعمال الدورة التدريبية للائمة والدعاة للقطاع الشمالي الذي يضم ولايتي نهر النيل والشمالية بحضور مائتين وخمسين دارسا من الولايتين وشدد الامين العام لحكومة نهر النيل محمد احمد علي على ضرورة ضبط ادوات الخطاب الدعوي بارساء قيم التسامح ومحاربة التطرف والالتزام بالوسطية والاعتدال متناولا ترسيخ المفاهيم الجديدة ومواكبا لحركة التغيير ومستجيبا لاهداف الثورة وشدد الامين العام على همية ان تسهم المنابر الدينية في بناء المجتمعات ويعادة صياغتها وفق الفطرة السليمة والتعاليم السمحاء للأديان السماوية ودع لأئمة والدعاة لتضمين قضايا الشباب والمرأة في محاور الخطاب الديني الشباب الذي فجر هذه السورة لا بد أن نهتم به ولا بد أن يكون خطابنا الدعوي له بمثل ما يحمل من أفكار ولذلك لا بد أن من أدوات للدعوة تجدد بصورة تلبي حاجيات هؤلاء الشباب البرنامج الآخر والذي كذلك لا بد أن يهتم به الإخوة الدعاء والعلماء هي المرأة وغضايا المرأة ومشاركة المرأة إلى ذلك قال ممثل رجال الدين المسيحي بطرس حنة إن الخطاب الديني المسيحي في الكنيسة مستجيب للتحديات والقضايا الوطنية المحورية وعلى رأسها السلام والاستقرار والتعايش والتسامح الديني وأكدا بأن رجالات الدين الإسلامي والمسيحي يدركون أهمية دورهم في إعلاء هذه القيم والتعاليم الحميدة التي يتميز بها الشعب السوداني رغم تنوعه العرقي وتبايناته الثقافية واختلافاته المذهبية والعقدية طبعا نحن ندعو للسلام والسادة المسيحي قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة وقيل في الأسلام إن الدين هو المعاملة فالمعاملة الطيبة المعاملة بالمحبة المعاملة الإنسانية بغض النظر عن الدين أو الأرق أو أي شيء يعني إحنا ده إنسان زيه بغض النظر أنه مسلم يهودي مسيحي وسني أي إن كان إن هو إنسان أنا عامله بالإنسانية بالمحبة والترافق والرحمة وكل دهواتي بتدعو إليه الأديان إن هو إن الإنسان يعمل إنسان أخوه الإنسان ده أخوه عشان كده إحنا لازم نظهر للمجتمع ونظهر للعالم برا أن إحنا في تعايش سلمي وفي محبة أكد برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بولاية غير كردفان أكد قدرة المجتمعات المستهدفة في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة من خلال مكون تنمية أعمال الثروة الحيوانية وقال منسق البرنامج بالولاية إبراهيم حامد إن زيارة بعثة البرنامج التقييمية للولاية هدفت لتقييم عمل المشروع في منتصف المدة والوقوف على المعاوقات التي تعطرد سير البرنامج والعمل على تذليلها مشيرا إلى أن البرنامج سيبحث بالتنسيق مع حكومة الولاية مشكلة شح المياه التي تعاني منها المجتمعات المستهدفة وقال إن مشاكل التسويق والسيولة النقدية في العالم ألقت بظلالها على أداء البرنامج معربا عن أمله في أن يتحسن الأداء هذا العام خاصة في ظل الانفراج الذي تشهده البلاد مجتمع أولاد مهاجر هو واحد من المجتمعات المستهدفة في الولاية غرب كوردفان في محلية الزبد من ضمن 320 مجتمع وهو نحن نعتبر أنه واحد من المجتمعات المسالية جدا في التفاعل مع التنمية ودام ما حدى بأنه البرنامج يتدخل معهم بزيادة الخبرة بتاعتهم طعا هم عندهم الخبرة وعندهم البصيرة لكن البرنامج أنه يتدخل معهم على سنة ورهم الخبرة والبصيرة العلمية في كيفية تحقيق فوائد اقتصادية من تربية الحيوان وعلى سنة يكون حيوان صادر حيوان بكفاءة عالية وفي السياق قالت لوسي مارسي رئيسة وفد التقيين في زيارتها لمجتمع أولاد مهاجر بمحلية أبو زبد قالت إن منظمة إيجاد تعمل بالشراكة مع حكومة سودان لتحقيق التنمية في جوانبها المختلفة مؤكدة ضرورة تدليل كافة العقبات التي تواجه عمل البرنامج ده نصف الفترة بتاعت المشروع يعني المشروع بدأ من 2017 وحينتهي لـ 2022 إنه في نصف الفترة دي بنجيش هل نشوف الأشياء في أي اتجاه ماشية هل ماشية في الاتجاه الصحيح ما ماشية في الاتجاه الصحيح فيه أشياء محتاجة إنها عالية في مشكلات محتاجين ننظر فيها وبتقول إنها شاكرة تماماً لأخوة في أعضاء اللجنة إنه كانوا واضحين جداً عن القضائل شو ما شايفينها المشكلات البواج هو النظر الكلية للموارد الطبيعية النظر الكلية للمرائي النظر الكلية للمحاصيل النظر الكلية فبتقول هنجد نفسنا ننظر لكل الموارد مع بعضها البعض بحثت ولايتان نهر الليل وشرق درفور كيفية تعزيز أوجه التعاون بين الولايتين بما يخدم قضايا الاستقرار والتنمية الاقتصادية وأمنت الولايتان خلال جولة المباحثات التي عقدت بقيادة السلاح المدفعية بمدينة عطبرة بين والي شرق درفور مزدمي البابكر ووالي نهر النيل عبد المحمود حماد أمنت على توقيع اتفاقية توأمة لنقل التجارب والنماذج الناجحة في برامج التنمية والخدمات وقال والي شرق درفور إن ولايته تجاوزت الكثير من التحديات الأمنية وحركت عجلة التنمية وأبدأ رغبته في نقل خبرات نهر النيل في الزراعة والصناعة والاستثمار والتعدين وتوطينها من أجل النهوض اقتصاديا باستغلال موارد الولاية الكامنة في هذه المجالات نحن في إطار التوأمة ونغلة التجربة باعتبار أن ولايته النيل ولاية عريقة وماشى الأمام في التنمية بطريقة ممتازة ونحن ولاية تقريبا نحن واعدة وماشمة نحو التنمية الاقتصادية الحقيقية إن شاء الله نشهد استغرار كبير جدا في الأمن والمواطن حاسب إنه الحمد لله في تنمية نشهده في كل محلياته ويمكن نحن في من إيرادات نزاتية الحمد لله قدر نحققنا 72% من ميزانات نمشت للتنمية وبدأ المواطن يحس التنمية والخدمات إحساس حقيقي من جانبه رحب والي نهر النيل عبد المحمود حمد بمبادرة ولاية شرق دارفور معلنا عن وضع كافة قدرات وخبرات ولايته الثرة والطويلة لدعم ولاية شرق دارفور مشيرا إلى أن الولاية واعدة ونامية ومساهمة بدرجة كبيرة في اقتصاديات الدولة من خلال مؤشرات الناتج الإجمالي والقومي ولاية شرق دارفور هذه الولاية الوليدة التي لم يتجاوز عمره التسع سنوات وكذلك يحصل بين ولاية عمره ستين سنة بالتأكيد حتى ما اجتلاغح بيكون كبير والاستفادة بيكون غصوة ونحن جاهزين بأنه نقول لي كل ما تحتاجه ونستفيد مما تملكه من خبرات في مجال السروة الحيوانية حيث تعتبر ولايته هي الولاية الأكبر فيما يلي الانتاج الحيواني وأيضا هي ولاية زراعية وليها أسواق في المحاصيل وليها يعني شأن ثمن حزب التيار الشبابي المستقل الخطوات التي أنجزت من خلال زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدو للولايات المتحدة الأمريكية ودع رئيس الحزب مجددين الأحمدي القوى السياسية كافة لمزيد من التماسك ودعم الحكومة الانتقالية لتنجز ملف السلام باعتباره واحدا من القضايا الملحة للاستقرار الأمني والاقتصادي وحث حامل السلاح لتغليب صوت السلام على ما عداه حزب التيار الشبابي المستغل لزيارة الجرحى والمصابين من جراء الحدث الذي غضره الله سبحانه وتعالى للعاملين وجيران مصنح سراميك الذي بمدينة بحري نفر حزب التيار أولا بعضوية مكتبه التنفيذي وأعضاء جمعيته العمومية للتبرع بالدم ثم آلينا على أنفسنا من زيارة هولاء المرضى بمعظم المستشفيات زرنا أول شيء المستشفى الدولي ببحري ثم مستشفى الأمل ثم مستشفى الشعب بحري التعليمي ونناشد هنا إخوتنا في مجلس السيادة ومجلس الوزراء على قيام أو استحداث صندوق خاص لدعم ورعاية هؤلاء الجرحى والمحروقين تترقب الأوساط السياسية تنطلاق جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في العاشر من الشهر الجاري في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا ويرى مراقبون أن البيئة مهيئة لإحداث اختراق في مواقف الطرفين فيما يرى آخرون أن نجاح الجولة المرتقبة من شأنه أن يحدث انفراجا في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد تحركات واسعة يجريها الوسيط في الخرطوم لاستئناف جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا جولة يعول عليها أن تحدث اختراقا في مواقف الطرفين وتضع حدا للصراع الذي تطاول أمده وتؤسس لمرحلة جديدة في بناء الدولة المدنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة